السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنشارك معكم الوصفة اللي طلبتوها مني بزاف في الفيديو السابق وهي الوصفة ديال حليب مركز محلاء منزلي او لكونسنتري طريقة سهلة جوج مكونات فقط وكي يجي يعني بحل جاهز اللي كنشعر وغير هو اقتصادي يعني كنتمنى انكم تجربوه لانه ستبقوا دائما تجربوه خصوصا هكذا في الصيف كنحتاجوه نحضروا بيها حلويات فقد نحتاج له نصف لتر من الحليب ما يعادل 500 ملي لتر وقد نحتاج كأس بقياس كسلعينبا مملوء جيدا من السكر ما يعادل تقريبا 180 جرام بالنسبة لبنات اللي عندهم ميزان فيمكن ليهم يستعملوا ما بين 180 حتى الميتين جرام من السكر انا نقص شوية كمية السكر باش يعني ما كيجيش حلو بزاف كي بقى لكم الاختجار تستعملوا ما بين 180 حتى الميتين جرام من السكر فكناخد هكذا المقلاس غدي نوضع فيها الحليب غدي نضيف لها كأس من السكر وغدي نوضعها على نار فكنوضعها على نار متوسطة هكذا في الأول كان قامرة مرة كنحركها فغدي تلاحظو هاداك السكر يعني ره باقي ما دابش هو من غي يسخن هاداك الحليب غي يدوب مع هاداك السكر ومبعد كنخليو هاد الحليب يعني حتى كيتبخر هادا علاش كنسميوه حليب موركاز ولا لي كنسنتخي هاداك الحليب كنخليو حتى كيتبخر بالنسبة للناس اللي بغاوا يستعملوا حليب موجفف او لبودرة الحليب اكيد يمكن ليهم ايضا بالنسبة لهاد المرحلة فغدي تاخد ليكم شوية الوقت دائما حاولوا تحضروه وانتم يعني كتديروا شي حاجة كتوجدوا الغداء ولا شي حاجة وفي نفس الوقت كتبقاوا مراقبين هاد المقلات مرة مرة كتحركوها باش ما كتلتقش لكم هادا من تحت وما كيتحرقش لكم هاداك الحليب كيف كتلاحظو الحليب يعني ما حدو كيتبخر ما حد القوام ديالو كيتقال واللون ديالو كيولي هكذا يعني أصفر كيف غدي تلاحظو معايا فهنا غدي نزيد نخليه مازال على نار حتى كيزيد هكذا كيتقال يعني وكيتبخر منه تماما هاداك الماء كامل من بعد ما كيتقالين أكتر هاداك الحليب المركز كيولي هادا وشكل ديالو كتلاحظو اللون ديالو كيولي هكذا يعني مغلوق أكتر وبالنسبة لكمية ديالو غدي تلاحظو بأنها قلالت لأن كمية الماء اللي كتكون عندنا في الحليب كتبخر وكنكنكنو حصلنا على حليب مركز فهد المرحلة فما كتغفلوش عليه كتبقوا كتتحركوه بالسمرار والنار فكتنقص عليها فهد المرحلة باش مكتتحركش لكم منتحس كنبقاو هكذا كنحركوه سقريبا نزدو دقيقتين ومبعد زولتو من على النار كيكون هادا وشكل ديالو بالنسبة لون ديالو كتلاحظو هنا باهتره غير مع الإضاءة فهنا كناخدوه هكذا مباشرة وغادي نفرغوه في واحد هكذا قنينة ولا شي علبة هكذا ديالزاج من بعد ما غادي نكمل فغادي نخليه حتى كيدفه شوية من بعد غادي نغطيه وغادي ندخلو الطلاجة وغادي نخليه حتى كيبرد وكساعة يمكن لكم استعملوه مباشرة يعني وبالنسبة لطريقة ديالو سهلة ممكن استعملوه فنهارو يعني غير كيبرد كتستعملوه وما كيحتاج وقت طويل لتحضيره من بعد ما خليت هاد الحليب المركز محلفت اللاجة حتى برت تماما فالاستوس اللي كنستعمل هي انني كنطربو خليت طراب ودرت فيه يعني غير هكذا طراب واحد وغادي نطربوه صوه هكذا بطراب كهربائي ولا بميكسور وباش غادي نحصل اكتر على واحد القوام اللي كيكون كريمي يعني كيجي تماما بحل الجاهز اللي كنشريو فهذا وشكل ديالو والان فكيكون جاهز ممكن لكم استعملوه مباشرات حضروه به حلويات غلاسي لغلاس طرطات زينو به الكيك فكيبقى لحسب الرغبة ديالكم كاتبنا ان الوصفاتنا لانعجابكم باقل من 5 دراهم مكونين فقط لغالبا كيكونوا عندنا في الدار حضرنا حليب مركز محلاء بحل الجاهز اللي كنشريو كنتمنى ان الوصفاتنا لانعجابكم كنتمنى انكم تجربوه طريقتو سهلة وكيجي ناجح يعني ما فيه لا صعوبات لوالو غير جربوه اكيد غادي نجح لكم وغادي تبقوا دائما تحضروه في البيت فالعجبكم فيديو اليوم ما تنساوش ديرو الياجام تبا اقتاجوا الفيديو مع ايتكم ومع اصدقائكم وخصوصا تجعوني بتعليقاتكم باش نزيل نقدم لكم وصفات بحل هكذا اقتصاديين وكينفعونا في هادي الصيف وإلا كنتوا كتزوروا القناة الاول مرة فاكيد كان رحبكم بتبخلوش عليها بالاشراك وتفعلو زر جرس باش يبقى وصلكم جديد الوصفات ما بقى ليا غير نقول لكم تلقى في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله خليتكم على خير